اهلا بكم وتتبعي اخبار منتخب الجزائري حافظ الراجي يرد على تقرير سكاي نيوز ويحسم امر اعادة مباراة الجزائر والكاميرون حيث قال كل معطاية تشير الى ان امر التأهل الى المنظر القطر حسم الا اذا حدثت معجزة تبقى مستبعدة الى حد كبير في غياب ادلة تثبيت تلقي قاصمة رشاوي من الجالب الكاميروني او اطرف اخره مع سامويل ايضو وتابع قائلا حفاظا على مشاعر جماهير كرة قدم في جزائر لم اتحدث طيلة الفترة الماضية عن الشكوية التي تقدم بها الفاف الى الفيفا بسبب ظلم قاصمة لجزائر لكن مع قصيرا موعد اضعي انعقاد الشيماع لجنس انضباط في الفيفا لدراس الملف في وحده وشيء من الشهر الحالي اذا هذا ما قال حافظ الراجي حول امكاني سيادة مباراة الجزائر وكاميرون في ظل الادلة الضعيفة ضد الحكم قاصمة وفي وقت اخر او في نفس الوقت سكاديوز عربي تؤكد تقديم روى وروا بلفه التقيلة ضد هذا الحكم مما يؤكد اعادة مباراة الجزائر وكاميرون فلننتظر واحدة وشين من هذا الشهر الحالي لنرى حقيقة اعادة المباراة لا تصورك وتعليق وأشكر ترجمة نانسي قنقر